غربا 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 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من سحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواب البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الكثير من المساء وفي الكثير من أحدث عن كيف نظر هذه الحياة في أحدهم يقول كن في هذه الحياة كن في هذه الحياة كأنك غريب كما كنت تكون مساء أو مرحبا أو مرحبا أريد أن نفكر هذه الحياة لكي نظر هذه الحياة يبدو جدا ويبدو جدا لكن يقول لنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا يقول لنا كذلك في بعض الضغط أنه يخبرنا كذلك ما هو المساء من المساء أخذك عندما تتحرك ما هو المساء كذلك في المساء المساء التي تتحرك if you go and stay at a hotel when you are traveling how many of you go to the hotel and look around and say ok now I want to start decorating this room. now I'm going to go to the store and I'm going to spend all this money so that I can decorate my room and then we go to the bedspread and we say oh my this is the فقط تثير الم مرتبع وبطريقة الجمع الأحدى وفر wrestعنا ويسره ويسره لا تفرق ولا يصنع لديه لماذا نفعل ذلك؟ لماذا نفعل ذلك عندما نفعل ذلك عندما نتبقى في دون convenience أعلم هو ماذا نفعل. أن نفعل ذلك هو المثال لأننا نفعل ذلك في جد وقت ويستمر هنا لذلك من من marriage يحدث في فعلت بحيات المTerئ头 escola جدا تلاحبها فقط لتنسبة لكي يجب أن في تحرك المنزل وكلا RS تلاحبها لا تريد أن لا تريد أن تنسبة لتنسبة لكي هناك تلك التحركة الخاصية من اللوجودة لا تستيقضون بسيارة الكثير من حلوة الحلوة لا تريد أن تتحرك في تحرك المنزل الحصول على الفضل. الوصول على العالم ولكنك هي أنها تفترض في نفس الغيبات. يجب عليك انك لا تفترض في المج일 because of your فلوبات المتأكدة. خلال، احد تلك تفترض في تواجه في السناس؟ كثير من هل طلال يجبعت تفترضين عن هذا؟ أمان طلال حال. ما انه ليس 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 لهذا فلوبة في حالة الخيئ؟ because you know that you're staying there for a short time and then you're leaving. There is a natural sense of detachment when you are a traveler because you're like, it's okay, I can handle it for a few days. It's not that big of a deal. I'm leaving. Now, how does this apply to this life? The Prophet ﷺ is advising us to have that mindset in this life that I'm only in this place for a short time and then I'm leaving. Just like you don't get attached to your hotel bed and your hotel chair and you don't start spending lots of money furnishing it, we should have that same mindset in this life. It does not mean that we can't have nice things. It does not mean that we can't furnish those rooms that we have or that we have things which are comfort. However, there is a big difference between having things that you own and letting those things own you.